مرحباً 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 مساء الخير طلاب السادس الإعدادي في المرحب اليوم سوف نتحدث عن فريزال فيربس بدرس اليوم إن شاء الله راح نحتي على الأفعال المركبة طبعاً هي موضوع جداً مهم انت كطالب لغة إنجليزية سواء كنت انت طالب لغة إنجليزية أو كطالب بصورة عامة طالب سادس إعدادي أو رابع أو خامس لازم تعرف شنه هنا الأفعال المركبة الأفعال المركبة يعني هسا مثلاً أقل لك on هو حرف جر اختصار لكلمة turn on اللي هي يشغل of off اللي هو يطفئ اختصار لturn off أوكي فهسا هذا فعل مركب شنه هو الفعل المركب يعني فعل زائد حرف جر أوكي فعل زائد حرف جر هسا مثل bring up هسا bring يجي واحد إذا يريد ترجمها يعني bring مثلاً يحضر up فوق أو للأعلى يعني ما تترجم بهالشكل تترجم بشكل يعني جداً مختلف مثلاً أقول my grandmother brought me up أوكي هنا brought up شنه صارت يعني bring الماضي ما اللي bring brought هي فصارت يعني جدتي ربتني أوكي هسا هذا الحجة كله نخليه وراء ظهرنا نجي هسا أعلمكم شلون سهل عليكم الموضوع أوكي phrasal verbs طبعاً هنا أنا كاتب لكم قسم للأفعال يعني عينة من الأفعال ممكن للأفعال لكن they are the most important ones أوكي أفعال يعني مهمة take took try tried turn turned pick picked switched switched أوكي give gave throw throw هاي الأفعال طبعاً هذا مبارع منا وهذا الماضي مات الأفعال أوكي المفعول به يعني أما يكون على شكل ضمير أو يكون على شكل اسم إذا كان على شكل ضمير فضمائر المفعول به يعني تعرفونهن اللي هي it them me her him you us هذا على شكل ضمائر أما إذا كان على شكل اسم المفعول به ف الاسم دائماً يسبق a أو an أو they حروف الجر ال-in وال-on وال-up وال-down وال-away وال-out وال-at وال-off أوكي طبعاً هناك أتبلكم ملاحظتين تتكون العبارة الفعلية أو الأفعال المركبة من فعل زائد حرف جر زائد مفعول به أوكي يعني من شنو تتكون؟ تتكون من فعل بعدين حرف جر ومفعول به المفعول به يكون على شكل نوعين أوكي على نوعين أوكي أما يكون على شكل اسم نفس ما قلنا هنا أو على شكل ضمير أوكي نفس ما موجود هنا أوكي هنا كاتب لكم ملاحظة جداً مهمة تعتمد طريقة الحل على نوع المفعول به شنو تعتمد؟ على نوع المفعول به إذا كان المفعول به..عقد أتتبع على شكل هذه القاعدة شن ...ى هذه القاعدة تقول؟ يع須 المفعول به اذا كان ضمير يعني واحد من هذ Quant لازم القاعدة تبديها بالفعل يعني واحد من هذل الأفعال زائد مفعول به ؟ يعني واحد من هذل زائد حرف جر أهكي يعني واحد من هذل أما إذا كان المفعول به على شكل اسم شنو على شكل اسم؟ يعني يا أما باديلي بأي عن ذي أو اسم فنتبع هذه القاعدة يا أما هاي القاعدة هاي القاعدة تقول تبديلي بفعل زائد اسم المفعول به زائد حرف الجر يعني اسم المفعول به وين يجي يجي بالنص بين الفعل وبين حرف الجر أما القاعدة الثانية اسم المفعول به يجي بالأخير يعني فعل بالبداية زائد حرف الجر زائد اسم المفعول به خلونا ناخذ أمثلة على ما تتوضح الفكرة عندنا أكثر طبعا بالامتحان يا أما يجيب لك جملة ويجيب لك اختيارات multiple choice يا أما يجيب لك جملة ويطيك الكلمات مخربطة ويقول لك reorder حس المثال الأول I can't remember when I took up it لو took it up نجي أول شي مباوع took شنو هو took took فعل up شنو حرف جر و it ضمير مفعول به إذن ضمير مفعول به شنو ايجاني ايجاني على شكل at على شكل ضمير المفعول به شنو ايجاني على شكل ضمير إذن نتبع هاي القاعدة القاعدة هاي تقول فعل نزل الفعل وأن هو الفعل took هذا took بعدها نقول ضمير المفعول به وأن يجينا بالنص هاي البنص بعدها نقول حرف الجر هذا هو إذن الاختيار هذا راح يكون took it up فعل زائد ممير مفعول به زائد حرف الجر نجي للمثال الثاني I like these shoes Can I try on them Reorder يعني رتب نجي ننزل طبعا ننزل هذه الجملة كاملة نجي للقوس طبعا نحذف الأقواس بالترتيب نجي try شن هو فعل on حرف جر وذم ضمير مفعول به نتبع نفس القاعدة يقول فعل نزل الفعل نزل الفعل هذا try بعدين يقول ضمير مفعول به ذم ننزل الذم بعدين يقول حرف الجر فننزل حرف الجر هسا نكمل Can you turn down the music اوكي هنا المفعول به شن هو ايجانة المفعول به ايجانة على شكل شنو على شكل اسم ايجانة على شكل اسم هسا نتبع يا قاعدة نتبع القاعدة اللي قتلكم عليها لازم قاعدتين انا قتلكم القاعدة الاولى انه تقول المفعول به وين يصير اصير بين الفعل وبين حرف الجر اما بلقاعدة ثانية اللي اسم المفعول به يكون بالاخير نجي لا availها بالطريقتين Can you ننزلêm الفعل ننزله Turn نشوف اسم المفعول به نجيبه النزله بعد حرف الجر النزله down نتيجي للقاعدة الثانية اللي تقول الفعل اول مرة النزله بعد حرف الجر النزله بعد asm music اللي هو اسم المفعول به النزله ونختم الجملة بعلامة السؤال نفس ما موجود هنا اوكي هسا نجي Smoking is terrible You should give up it نجي ننزل Smoking is terrible You should هسا المفعول به شن يأجاني إجاني على شكل ضمير اللي هو ال it وين الفعل الفعل give و up حرف الجر فلازم نتبع قاعدة الفعل اللي هي الفعل بالبداية نزلنا بعدين ضمير مفعول به نجيبه give it وبعدين حرف الجر up اوكي Most smokers take up it take up it اوكي نجي ال it يجاني على المفعول به شنو يجاني يجاني على شكل ضمير ضمير ال it اوكي فلازم نتبع قاعدة الفعل زائد ضمير المفعول به زائد حرف الجر وين هو الفعل take بعدين وين هو المفعول به it وين هو حرف الجر up اوكي هنا عدكم اتمن بال activity book طبعا انا ما عندي كتاب ما موجود عدي حاليا كتاب لكن عندي pdf فما ادري ما واضحات الجملة الولى او الثانية فنبدأ بالثالثة اعتقد هنا امثلة الثالثة الحلمالة هي you should give it up اوكي والرابعة طبعا المفعول به جاني على شكل اسم اوكي نحلة بطريقتين when did take stamp collecting up or when did take up stamp كل اكتب الخامسة تكون i took it up والسادسة can i try them on والسابعة السابعة هاي موجودة هنا فوق فما كتبت هي هي هاي النقطة السابعة انا كاتبها لكم على شكل مثال اوكي والثامنة i will turn it down in a minute طبعا هذا بشكل جدا بسيط يعني شرح الموضوع اما بالكلية يعني ومن تروح قسم انجليزي فالفريزال verbs تنشرح بشكل شوية اوسع وبشكل اصعب يعني هنا الفريزال verbs موضوع معقد يعني يعني يجي مرات سوى ومرات لا ضمير مفعول به يجي بندس مثلا اقل لك turn the camera off turn the light off اوكي turn the camera off واقدر اقل لك turn off the camera اوكي يعني طفي الكاميرا اما من اقول اقول my grandmother brought me up اوكي ربتني جدتي ربتني ما اقدر اقول my grandmother brought up me لا هنا ما يصير اقول هي اوكي فانت مخضوع على هذا الشرح ما لكم علاقة بهذا فقط just for your information فقط المعلوماتكم هذا الشي